طيب قبل ما نروح للفاصل بس عايزة أقدم تحية صغيرة قوي لطبعا كلنا شفنا يعني الإبهار الغير طبيعي للاحتفال اللي عملناه بالقرعة بتاعة كأس الأم الأفريقية يعني بزلتم أشعارها طول ما أنا بتفرج على الاحتفال إزاي يعني والله حرام حرام إن يبقى عندنا ورقة في الشارع لو بنقدر نعمل احتفالات بالتنظيم ده والله عيب إن أنت تروح تاخد مخدرات وعيب إن ما عندناش أمل في بكرة وما نقولش إن البلد بتتقدم بعد الاحتفال اللي عملنا ده هتقولي أنا تفيدني إيه في الأم الأفريقية تفيدك إيه الأم الأفريقية بعد ما كانت أفريقيا رفضاك خالص ولا عايز يقطع عليك الميا وإلي وإلي كلهم جيين لك عاملينك رئيس لكأس الأم الأفريقية والعالم كله بيتفرج على الأهرامات وعلى حضرتك وعلى تنظيمك وعلى جمالك كل الناس اللي عمل التنظيم ده بشكركم جدا كمصرية بشكر كل حتى الناس اللي تلعوا يغنوا أو يرقصوا أو كده وفي ناس علاقوا تعليقات سخيفة على إن البنات كان فيهم ناس مليانة أو مش مليانة أو بتاع دي أنا شايف نائلة أدب أنتوا قدمتوا عروض جميلة جدا ومحترمة جدا وكلكوا فنانين جمال جدا 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 ومريم أمين مريم أمين كتير هتشوفها على اليوتيوب مريم أمين ما كانتش تربطني بيها صداقة أبدا ولا أعرفها شخصيا أبدا وكنت مسميها المزيعة اللي شبه داليا البحيري وداليا البحيري بتكرهني طبعا فانا يعني ما فيش أي حاجة تربطني بمريم أمين بس بعد بقى ما كنت بطلع ودافع وقول ليه مريم أمين مش موجودة وإزاي مريم أمين وجمالها وإزاي مريم أمين وشياكتها وهي بالنسبة لي فعلا رون موضل إن هي مثال للست المحافظة على رونقها واحترامها وشكلها وجسمها ولبسها وثقافتها جميلة مريم أمين جميلة وأضافت للحفل إضافة هيلة وبرافو برافو يا مريم وكنت بشوف كتير إنك مظلومة في إنك مش موجودة معانا على الساحة بس خدت حقك أهو كل مصر قالتلك برافو وبرافو لأي حد يعني من أول سواء الأوتوبيس اللي كان بيسوي الأوتوبيس الفنادق الناس الأشيرز الشركة المنظمة الناس اللي كانت موجودة برافو بحييكم وخليكم كده يعني تخلونا فخورين إن إحنا مصريين دايما